كيند جثث ما يشبه امرأة ورجلين ووجوههم غطات جزئيا تحت الأطفال طلبنا من إرمى إقناع الكوسوفيين بأن الأمر انتهى ويجب عليهم المغادرة وهو ما فعلوه ويبدو أنهم مترددون لكن أرادون عما حققوه نظر إلينا رجل خمنت أنه في الخمسينيات من عمره وربط على صدره بيد واحدة كما لو كان يقول شكرا لك عندما ذهبوا طلب أندرو من أحد رجال الشرطة التقاط صور للضحايا في الموقع لقد وجدت هذا مسيرا للسخرية لكن صورنا التقطت لأسباب مختلفة عن صور كوسوفيين عندما كشف شرطي خرق الملابس الممزقة التي تغطي وجوه الضحايا البالغين شهقنا جميعا بسبب مستوى التشويه الذي فعل بهم كانت أنوفهم وآذانهم مفقودة وكانت هناك علامات على وجود صدمة خطيرة حول مآخذ عينهم الفارغة تقريبا كان ما ترك في تجويفات العين دماء سوداء متجمدة حيث كانت أعينهم ذات يوم كان كل وجه مغطا تقريبا بقناع من الدم الجاف وما يمكن أن نراه من أجسادهم كان مصابا بكدمات شديدة ومتورمة كما كان من الواضح أنهم تعرضوا للضرب وإطلاق النار عدة مرات وأخيرا بعد أن أنهى رجال الشرطة عملهم في فحص مصرح الجريمة في مكان المذبحة قمنا بتحميل الجثث الخمس بعناية على الشاحنة التي يقودها تمي انضممت إلى إرما في الجزء الخلفي من سيارة لاندروفر التي يقودها جاك رقيب الشرطة الذي صاحبني عندما وصلت لأول مرة إلى مطار سكوبي كنا نعرق جميعا من الموت والأوساخ والعرق الذي لا معنى له نظرت إرما إلي للحظة ثم قالت بهدوء لديك وظيفة رهيبة سمطت للحظة أو اثنتين وقلت وأنت كذلك مفرجا عن نصف التسامة أومعت برأسها ثم أحنت رأسها بينما تدحرجت دمعة على خدها لم أرغب في إحراجها لذلك نظرت من النافذة لمنحها بعض الخصوصية لكنني شعرت أنها كانت تبكي بهدوء ولا شك أنها لا تزال في حالة صدمة من عملها اليومي جك الذي كان يراقبنا في مرآته أعلن فجأة بصوت عالي روب هذا هو أسوأ حوار عابر سمعته على الإطلاق هذا ما يجب أن يقال بالضبط هذا ما يجب أن يقال بالضبط دحكنا نحن الثلاثة بصوت عالي بينما تبدد التوتر الناتج عن العرق وما اكتشفناه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر